ما هي الأدلة على صلب المسيح؟ نواصل حديثنا مع الأخ عياد زريف أخ عياد شفنا طبعا ونعارف أنه الوقت قصير لأنه نغطي كله بتفاصيل دقيقة من فكر الله الأزلي في موضوع موت المسيح للعهد القديم اتكلمت عن الزلال وعن الرموز وعن النبوات وبعدين العهد الجديد وأدلة كثيرة جدا وبعدين أعطيت شهادات عديدة باختصار شديد عن أشخاص غير مسيحيين اللي شهدوا لصلب المسيح وبعدين كل الفكرة التفاصيل الدقيقة اللي بتتكلم عن أحداث الصلب مش منكرة عند أي مجتمع آخر إلا في الشرق عندنا بينكروا صلب المسيح لماذا هذا الإنكار؟ أنا أشارت في البداية أسيس نزار أن الإنكار وليد عمل الشيطان في أذهان البشر ليس لتوفر الأدلة فإذا توفرت الأدلة وأنت ما زلت غير مقتنع فالمشكلة لديك المشكلة لدي أنا المعترض الأدلة موجودة نحن قدمنا أدلة تاريخية وثنية وقدمنا أدلة تاريخية يهودية وقدمنا أدلة أثرية جغرافية وأدلة كتابية إذن ماذا؟ أعتقد أن الإنكار مرتبط بعمل الشيطان للإغواء وعمل الشيطان للإغواء طول تاريخ البشرية لكي يبعد عن المسيح شيئين ينفي عن المسيح شيئين أنه هو الله وأنه مات على الصليب يعني اقبل أن تعلم أن المسيح هو معلما عظيما الناس هتسقف لك والناس تحييي لك المسيح عمل معجزات عظيمة المسيح قائد منتصر المسيح معلم ومصلح اجتماعي الكل يؤيدك لكن أقولهم المسيح هو الله الظار في الجسد فأنت قد جدفت الشيطان يريد أن ينفي عن المسيح الألوهية وأيضا إذا قلت لهم المسيح جهه مات على الصليب الشيطان يريد أن ينفي عن المسيح موت الصليب لكن يقبل أنك تقول أن المسيح عاطف على الناس كان يقول يصنع خيرا عمل معجزات ثم هرب أو أخذه الله دون أن يمر إلى الصليب وأنا سؤالي حجر أساس الإيمان المسيحي قائم على هذين الاعترافين أنت المسيح ابن الله الحي والمسيح مات من أجل خطيانة حسب الكتب ودائما يتكلم الكتاب عن من هو المسيح في ذاته هو الله الظار في الجسد وماذا فعل المسيح على الصليب مش أخوط في الموضوع ده وبالتالي أن الإغواء والإنكار بيجي من عمل الشيطان في القلب هل هناك ما يؤكد أن المسيح مات طبعا هناك ما يؤكد أن المسيح مات رجعنا لكل الأدلة لكن ربما يكون من زرع في أذهان الناس بعض الأفكار الخطيئة أن المسيح ألقى شبه آخر عليه عند الصليب وده فكر منتشر يعني أنه لم يموت لكن شبها لهم موسيقى 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 موسيقى